السلام عليكم كدرتوا اللي بس عليكم كنت منكم تكونوا بأحسن الأحوال ان شاء الله وبساحة جيدة اليوم غادي ندروا فوغي نواق بطريقة جديدة سهلة وبسيطة وغير بثلاثة البيضات كناخدوا البيض والسكر كنخلطوا الكل مزيان بالترب الكهربائي هنا كنبقوا نخلطوا الخليط دينا حتى نحصلوا على كريمة يعني مايبقاش عندنا كالسفار دينا البيض كايبان مباشرة كنضيفوا بودرة الكاكاو مع الدقيق هنا ما غاديش ندرب الترب الكهربائي غادي نحاول نخدم لابا غاية دينا غير بسباتيول هنبقى نطلع من الأسفل للفوق بهالطريقة هادي حتى نحصلوا على الخليط او لابا غاية كاك دينا كنوضع الخليط دينا في اللاطا كنصرحوا بسباتيول مزيان وكنبقى ونضربوا اللاطا فوق البلود والتخافي حتى يخرج منها دا كلهوا مباشرة كندخلوا على الفرن على درجة الحرارة 180 لمدة 10 دقائق يعني اللاجينواز هنا ما كتفوتش 10 دينا دقائق من بعد ما بردت اللاجينواز دينا غادي نقطعها لاجوش كنحيدو الزوائد ونقطعها لاجوش بنفس الطريقة كنقطعها لاجوش كنواز الثانية باش نحصلو هنا على اربعات ديال الطبقات كنناخدو اللاجينواز دينا من بعد ما كندهنوها بسيرو كنضفق منها شوكولاتة دائبة كننقيتها للشوكولاتة دينا حتى تضطينا اللاجينواز دينا كاملة مباشرة كنضيف هنا القرقاع كونكاسي او رقائق اللوز اللي عندكم لتوفر عندكم ممكن ما تضيفوش قاع القرقاع إلا بغيتو يعني اختيار القرقاع كنضيفو الطبقة الثانية ديال اللاجينواز كندهنوها بالقليل من السيرو ونضيفوك منها مباشرة لا كرم فخيش من بعد ما موطيناها بالقليل من السكر وكن ايطاليها مزيان هنا غادي نضيف لها السوريز كونفي او الكونفيتور ديال السوريز اللي توفر عندكم سافي كنوضع لسوريز ديالنا بهالطريقة هادي وكنغطيوه بالطبقة الثانية وفي الاخير كنغطيوه بالطبقة الاخيرة كنضيفو القليل من السيرو وكنغطيوها بلا كرم فخيش وكنحاولو اننا نيطاليوها من الجوانب كندخلوه نتلاج المدة ديال واحد نصف ساعة الفريغو نخلي واغي تتجمع معانا لك هاين فخيش ومن بعد كنخرجوها كنناخدو الزوائد ديال اللاجينواز من بعد ما حطيناهم في الفريغو حتي بردو مزيان او حتي تكونجلو هنا طحنتهم هم اللي غنزين بيهم الجوانب ديال الكيك او ممكن تزينوهم بالشوكولادة من بعد ما كنكمل الزين ديال فريغو نواغ ديالنا كنحاول ناخد ديسوريز هاكا ونزينهم بهالطريقة هادي وهذا هو الشكل نهائي ديال فريغو نواغ ديالنا كانت من الوصفة دياليوما تعجبكم دمتم في رعاية الله للملتقى ان شاء الله اشتركوا في القناة